وحدة وحدة وبالراحة مبادرة السيسي ما يحفظ اللقب طبعاً لكن أنا هستخدم هنا المصطلح السياسي كما يتم استخدامه فيه سواء إذا كان في أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية العالم العالم يتحدث عن مسألة حال الدولتين بمصطلح اسمه كده مبادرة السيسي مش مصدق اقرأ الجرائد الأجنبي ده من الآخر مبادرة السيسي عملياً من 2014 يعني من وقت تعولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في البلاد أقولك لا ده من أول خطابه الأول في أصر الأب إنه إحنا بنتبنى مبادرة واضحة هي دولة فلسطينية على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ده بوضوح من وقت خطاب القبة سنة 2014 طيب لو خطاب التنصيب طيب وفضل الرئيس ومعه بقى كل مؤسسات الدولة ماشيين في هذا الاتجاه في الكثير من الجوالات بدءاً من إقاف إطلاق النار اللي حصل فيه غزة في 2014 دهاباً إلى المصالحات الفلسطينية الفلسطينية تثبيت وقف إطلاق النار إلخ 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 ثم عملية طفن الأقصى في 7 أكتوبر سنة 2023 وهنا كانت رؤية الرئيس أيضاً شديدة الوضوح لو بتبصوا لهذه العملية علينا أن نسأل أنفسنا جميعاً أولاً إيه السبب؟ السبب هو تراكمات على الأقل خمس جوالات سابقة أفادت إنه لا يوجد أي أفق سياسي ولا أي حلول فقبل ما نتكلم على 7 أكتوبر لازم نبص على ما قبل 7 أكتوبر 2023 في هذا اليوم اللي حصلت فيه هذه الهجمات كل زعماء العالم الغربي زعماء أوروبا طبعاً بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي جو بايدن الكل يرى إنه المقاومة الفلسطينية مدانة 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 وغلطانياً وإيه اللي بيحصله؟ كل العالم مقلوب على فلسطين ولا أحد يتحدث عما قبل 7 أكتوبر باستثناء رجل واحد فقط هو فخامة الرئيس المصري عبدالفتح السيسي واحد بس هو اللي كان واضح جداً حاسم جداً حازم جداً في توصيفه لبداية الصراع الأخير أو الجولة الأخيرة دي اللي هي جولة 7 أكتوبر طفان الأقصى توصيفه للمسببات وبمنتهى الوضوح والحاسم والحزمة أيضاً أنه ما فيش أي حلول غير حل الدولتين لا تتوقعوا أي حلول برا نطاق حل الدولتين على 4 يونيو 67 والأدسة عاصمة فلسطين وهنا بدأت الاتصالات تحصل فيجي الاتصال من الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في نفس ذات اليوم 7 أكتوبر بعد كده تبدأ تتولى الاتصالات وتتولى اللقاءات فيلتقي الرئيس مع وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والرئيس يوصف له على الهواء مباشرة كل حاجة الوضع كذا وكذا وكذا الأرقام كذا عايز تحط المقارنات حط المقارنات بالشكل فلاني يخليك واقعي ومنطقي تك 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 أنتوني بلينكين هل ده كلامنا يعني؟ لا ده كلام اللي كل العالم شافه وسمعه بودانه وبدأت لقاءات أخرى وبدأت محادثات أخرى تليفونية كان فيه منها جو بايدن بطبيعة الحال كان فيه منها لقاء مع المستشار الألماني أولف شولتز كان فيه منها لقاء آخر اللي حصل مع ماكرون وأخرا يمكن فيه القاهرة قمة القاهرة باريس طبعا فيه قمة القاهرة للسلام زي ما حضراتكم عارفين وأيضا كانت مبادرة السيسي شديدة الوضوح موجودة على الطاولة واضحة مرتبطة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النيران من ناحية مرتبطة بأن المدنيين في كل مكان هم سواء وعلينا حماية دائما المدنيين مرتبطة كل ده مرتبط ببعضه ارتباط عضوي لا يقبل أي فصل بضرورة ادخال المساعدات وبشكل فوري للقطاع لأنه فيه كارثة إنسانية بتحصل بدأ العالم يتخفف في انتقاداته سنة سنة وبدأ الرأي العام العالمي وتحديدا في أوروبا يتحرك إيجابيا بتجاه قضية الصراع العربي والصيوني وإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية تعالي ناخد كل ده اللي حضرتك أكيد شايفه وعرفه وحفظه إنما وجب التذكير وعلينا أن نذكر دائما وصولا إلى أنه امبارح الرئيس في الملتقى الصناعي بخلاف حديثه عن الاقتصاد المصري والتصنيع وما إلى ذلك من الأمور بتاعة الوضع الداخلي واللي هي مرتبطة بالمناسبة بكل ما يحدث فالرئيس كان واضح جدا في الكلام قال إن مسألة دخول لعشرين عربية ده مش صح ومش منطقي ومش هيؤدي إلى شيء فإحنا لازم ندخل المساعدات بواتيرة أسرع نسهل الدخول اتنين لازم أعداد أو كميات المساعدات اللي تخش أكبر من كده بكتير اتنين إنه الرئيس يتكلم امبارح وتكلم قبل كده وتكلم في الفرقة الرابعة في الجيش الثالث لما كان موجود هناك وتكلم في أكاديمية العسكرية إليخ على الرفض التام التام لمسألة تصفية القضية الفلسطينية عن طريق نزوح الفلسطينيين فينزح أهالي قطاع غزة إلى مصر سيناء وينزح أهالي الضفة للمملكة الأردنية الهاشمية وحتى الرئيس قال جملة لطيفة جدا في قمة القاهرة باريس التي عقدت في القاهرة عبدنا هنا أو قمة مصر وفرنسا التي عقدت في القاهرة أنه إذا كنا ما قدرناش نتوصل لحل الدولتين والفلسطينيين على أرضهم فانتم متصورين أن احنا هنتوصل لهذا الحل والفلسطينيين مهجرين شكرا للمشاهدة